تحت رعاية سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة تم افتتاح الملتقى الوطني لمرضى فقر الدم المنجلي السكلر وخلال الملتقى سعرضت وزارة الصحة مؤشراتها خلال العوام الماضية والتي أوضحت أن هناك تقدما واضحا من حيث الأداء والتطوير للخدمات المقدمة لمرضى فقر الدم المنجلي عادة ما تكون الأرقام هي المؤشر على النجاح أو حتى الفشل فالتصاعد أو حتى الهبوط يعتمد تحديدا على حجم ونوع الجهود التي تبذل لذلك اختارت وزارة الصحة اليوم أن تقف في الملتقى الوطني لمرض فقر الدم المنجلي السكلر لتستعرض أرقاما خلصت إلى أن هناك تطورا ملحوظا في التعامل مع هذا المرض وأن التطور كان نتاجا للاهتمام اللامحدود من قبل سموي رئيس الوزراء وتوجيهاته السديدة من خلال العرض الذي قدم أنه بيّن أنه فعلا هناك إنجاز حقيقي في العديد من المؤشرات الإحصائية التي قدمت سواء على سبيل المثال حالات المعاينة المرضى أو بالنسبة إلى الوقت الذي كان يتلقى فيه المرضى بالنسبة إلى الموعد أو بالنسبة إلى حالات أيضا الوفيات وكانت هناك مقارنة ما بين على مدى عوام أو مدى عام في كل مؤشر من هذه المؤشرات وفعلا دل على أن هناك تطور حقيقي فاليوم إحنا شاركنا الجماعة كلها نجاحنا النجاح طبعا يتمثل في التقليل من الزيارات الغير ضرورية للرعاية اليومية في مجمع السلمانية الطبي والمرضى هذين يأخذون نفس العلاج ونفس الرعاية في المراكز الصحية اللي قريبة من بيتهم بدل ما يتعطل المريض ويجي إلى السلمانية بزحمتها لأنها مستشفى كبير ويقدم البحرين كامل بالإضافة إلى ذلك نقصنا الأعداد للإدخال عادة يكونون المرضى ينتظرون إدخال وما فيه سرير بالنسبة لمرضى السيكلر نقصناها إلى حدود 85% الأمين العام لجمعية السيكلر أكد أن وزارة الصحة تسعى إلى تطوير أدائها وخدماتها وهذا الأمر انعكس إيجابا على المرضى ما نراه اليوم هو شيء مشرف شيء مثل الجلسة هناك لو لاحظنا أن الوزارة عقدت هذا المؤتمر هناك أسرار عندها لتطوير أو للنهوض بالاستمرار بالأداء العالي لرعاية مريض السيكلر هذه الأرقام التي تم استعراضها ستكون مرتكزا ودافعا لوزارة الصحة لبدل المزيد من أجل تطوير أدواتها وخدماتها في المستقبل تنفيذا لتوجيهات الحكومة الرشيدة سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين